وقد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رحمه الله على المبادرات الخيرية الإنسانية استكمالا لدرب العطاء الكبير والمبادرات الخيرة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان طيب الله ثرى العطاء ومد يد العون سمة من سمات دولة الإمارات العربية المتحدة وإرث إنساني رسخ دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان طيب الله ثراه وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات رحمه الله الذي رسخ لدولة الإمارات عنوانا عريضا في المساعدة ومد يد العون لكل محتاج دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين ففي يوليو من العام 2007 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله قانونا بتأسيس مؤسسة خليفة بن زايد ألنهيان للأعمال الإنسانية مرتكزة استراتيجيتها على تقديم المساعدات في مجالي الصحة والتعليم محليا وإقليميا وعالميا لتمتد مساعداتها منذ نشأتها لأكثر من 87 دولة حول العالم فلا تكاد رقعة جغرافية في أسقاع العالم إلا وكان لمؤسسة خليفة بن زايد ألنهيان للأعمال الإنسانية غرص للخير من سلسلة مستشفيات الشيخ خليفة بن زايد ودعم الأبحاث الطبية العلمية وتقديم المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للعديد من الدول كما أعلن الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان 2017 عاما للخير وبموجب هذه المبادرة أطلقت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات والحكومات المحلية فضلا عن القطاع الخاص والمؤسسات المدنية مئات من المبادرات الإنسانية التي تخدم قضايا خيرية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها ليكون الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رحمه الله خليفة زايد الخير نهجا وعملا في إغاثة الملهوف ونشر الخير للعالم أجمع رحم الله فقيد الإمارات والعرب الشيخ خليفة بن زايد وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر